رغم كثرة المفاوضات والمبادرات لأن ليبيا ما زالت تتعثر بركام المخالفات السياسية التي تفرزها في كل مرة خلافات شخصية في مجملها يقول مراقبون وبالتالي إطالة في عمر الأزمة وضع أجبر المبعوثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيل على طرح مبادرة تدعو إلى إجراء الانتخابات العام 2023 بآلية جديدة لطالما تحدث عنها في حال تواصل الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب ستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثل المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية الفاعلة وممثلون عن النساء والشباب وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023 وفي كل مرة يلتئم جرح الخلاف القائم بين الأعلى والنواب مؤسسات أخرى فاعلة في المشهد إلا ويتقرح من جديد الأمر الذي أدى بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باطيل لفتح النار على المجلسين من داخل قبة مجلس الأمن مؤكدا بأنهما لم ينجحا إلى غاية اليوم في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات إلى اليوم لم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات تصريح وخطوة باطيل لم تصر المعنيين حيث أثار هذا الإعلان الذي يعكس توجه المبعوث الأممي نحو استبعاد البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من مهمة تحديد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات أثار حفيظة مجلس النواب الذي سارع بإصدار بيان مستنكرا فيه إحاطة باطيل وما تضمنته من مكامن فشل النواب والأعلى أما المشري فقد عبر عن رفضه للمبادرة قبل ولادتها وحتى قبل الإعلان عنها نحن الآن نترك مجلس الدولة ومجلس النواب ونمشي ندير لجنة يختارها المبعوث ويعتمد نتائج أعمالها هذا أمر بصراحة غير مقبول غير منطقي تتسارع الأحداث في ليبيا وتشتد يوما بعد يوم أمام الانسداد السياسي والسيناريوهات المفتوحة خلال الفترة المقبلة خاصة أن النخبة السياسية تعيش أزمة شرعية حقيقية يقول باطيلي الذي أتنى على جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي وأكد بأن المصالحة الوطنية عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة